اعلنت ادارة الاطفاء في مقاطعة مايامي الامريكية عن انهاء بحثها عن المزيد من الرفاة البشرية في انقاض مجمع سكاني انهار يوم الرابع والعشرين من يونيو الماضي ما اسفر عن مقتل سبعة وتسعين شخصا على الاقل واقلت السلطات في وقت سابق انه لا يزال يعتقد ان احد الضحايا في عداد المفقودين ولم يحدد المحققون سبب انهيار المبنى فيما توصل تقرير هندسي يرجع لعام 2018 لوجود عيوب في هيكل المبنى المشيد قبل 40 عاما ولم تتمكن عمليات البحث بين انقاض المبنى المكون من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في سورف ساعة قرب مايامي بيتش من العثور على اي ضحايا احياء باستثناء شاب يافع بعد ساعات قليلة من الانهيار